سوف نقوم بتحليل شخصية جوردن بيترسن عن طريق علم الفراسة وهو علم تحليل شخصيات عن طريق ملامح الوجه شكل جسم الطول وكل ذلك مبدئيا جوردن بيترسن هو عالم نفس أمريكي لدي عدة دراسات ونظريات فسوف نقوم بتحليلي في هذا الفيديو ونعرف كيف تفكراتي الشخصية وهل هو فعلا عالم وكل ذلك فتابع معي أول شيء نحدد إطار الوجه لتحديد إطار الوجه نأخذ خط أفقي يعني يقطع منتصف الحواجب ركز مال خط أفقي يقطع منتصف الحواجب وبعد ذلك خط عمودي ركز خط عمودي من منتصف الحواجب إلى نهاية التقن يعني هذا الخط مقارن بهذا الخط تقريبا متساوين فهذا هو الوجه المربع يعني هذه الصورة من الأعلى قليلا فربما يظهر الوجه أعرض لكن هذا الوجه يعني مع ذلك هنا جبع عريضة جدا فكما ترون نهاية الجبعة هنا أغلبنا ينتهي الوجه في هذه المنطقة يعني ولديه زيادة في عرض الوجه فهذا هو الوجه المربع يعني شخصية عملية تتحمل المسؤولية تقته في نفسه عالية لا يخاف المواجهة كذلك هنا يوجد ركز يوجد فق عريض يعني حتى إذا كان هذا الوجه طويل وفي هذه الصورة عريض فهذا الوجه يدخل معه المربع كما ترون كذلك يدعم ثقة بالنفس الحزم للحزم العملية وكل ذلك وهنا توجد جبع عالية يعني هنا جبع عالية جدا يعني شخصية متقفة لديه معلومات كثيرة واسع أو المدى الفكري لديه عالي جدا كذلك الجبع عريضة يعني شخصية مفكرة شخصية لنقول الجبع عريضة يعني جبع عالية وعريضة فات هي جبهة الدلو كذلك هنا توجد الأذن كبير يعني حجم الرأس كله كبير يعني لنحدد إذا كان هذا الوجه دلو فعلا أم لا فكما ترون هنا توجد ركز معي الجبع عالية وعريضة يعني هذا الوجه يدخل معه الدلو الجبع عالية ركز عالية عفوا عريضة وعالية وكذلك الأذن كبيرة ركز وكذلك حجم الرأس كله كبير وكذلك هنا توجد لندعم يعني توجد هنا أرنبة الأنف كبيرة فهذا يكفي أن هذا الوجه يدخل معه الدلو سوف نريكم صورة حتى نؤكد لكم أن حجم الرأس كبير يعني أتيت له صورة مقارنة بالجسم طبعا تروني أني واضح أن الجسم أصغر من حجم الرأس فهذا الشخص شخصية لديه معلومات كثيرة الذي يعني نقول حجة قوية الذي يكون لديه حجم الرأس كبير كذلك شخصية مسيطيرة كذلك أصلا الفك عريض يعني كذلك هنا الأذن إلى حد ما تعتبر كبيرة أو أكبر من المتوسطة على الأقل فهذا الوجه يدخل معه الدلو بكل بساطة لنكمل تحليل الشخصية مبدئيا هذا الشخص ركز معي جدا يعني كما قلنا مربع ويدخل معه الدلو شخصية عملية يعني تحب الظهور تحب الشهرة وكل ذلك كذلك هنا يدخل معنا ركز ركز ليس يدخل معنا أو شخصيته العيون بايتة لونها تقريبا أخضر بايت كذلك الوجه هنا يعني خالي من اللحم كذلك إجابة خالية من اللحم يعني الوجه كله عبارة عن عظام يعني شخصية كذلك يدعم معنا العملية وقلة المشاعر والعواطف يعني هنا العيون بايتة كذلك تدعم معنا يعني بلادة في المشاعر يعني هذا الشخص عملي بحت كذلك هنا يوجد شعر أبيض هنا يدل على الاعتماد يعتمد على نفسه في التفكير ويوجد هنا أدن بارزة جدا استقلالية وخصوصية ولا يفعل أي شيء إلا بمقابل وكذلك يوجد معنا حاجب كتيف وعريض كتيف وعريض وزاوي ركز وزاوي وكذلك ركز في هذه يوجد خطوط هنا في الأنف تدعم الغرور والحاجب العريض والكتيف والزاوي مع هذه الخطوط مع هذا الفك العريض أصلا فعني هذه الشخصية شخصية متكبرة وكذلك شخصية نرجسية يعني نرجسية العيون هنا متلتة فعني شخص لا يعجبه أي شيء وكذلك شخصية مادية جدا وكما قلنا بلادة في المشاعر والعيون الخضراء أصلا تدعم نرجسية فعني شخصية نرجسية ومتكبرة وكما قلنا ما ده الفكر لديه عالي وكل ذلك فعني أنا أرى أنه هو شخصيا يحتاج إلى طبيب نفسي إذا كان هو طبيب نفسي وعالم نفسي وليست طبيب نفسي على العموم كذلك يعني هنا الحاجب مشوش يعني غرابة في التفكير وتشويش في التفكير وكذلك العينين ليسوا على مستوى واحد والعينين انتقادية يركز في هذه المعلومة بالذات أنا يعني أرى بها الملامح التي ذكرت أن هذا الشخص كذلك يعني هنا من منطقة العادة والتقاليد هنا يعني منفوقة على العموم يعني هذا الشخص أرى أنه يعني شخص ملحد ولكن معاتي العيول الانتقادية فأنا أرى يعني والوجه يدخل معه الدلو فأنا أرى أنه كان في صغاره أو يعني بدأ حياته لنقول بدأ شخص مسيحي في كندا دينهم والمسيحية بدأ يعني شخص مسيحية كذا لكن بدأ يلاحظ السلبيات يعني يعني أتي العيول الانتقادية يلاحظ السلبيات يلاحظ سلبيات سلبيات دينه وكل ذلك و يعني كذلك هنا الفوضل وكل ذلك يعني بدأ يلاحظ مثلا تناقضات في دينه وبعدها يعني اتخذ قرارات مثلا أن يعتمد على نفسه بشكل كامل يعني ولا استقلالية عالية يعني مستقل حتى على الدين يعني هذا الوجه حتى أنه يعني مطرقة تقريبا هذا الوجه مطرقة كما ترون هنا دلو ومعه هنا عدمة معين يعني هذا الوجه مطرقة كذلك يعني هذا الانتفاق هذا الشخص ملحد أنا لا أعلم يعني ما إذا كان يقول عن نفسي شيء آخر لكن أنا أرى أنه ملحد وكان مثلا في المسيحية بعد ذلك بدأ يلاحظ سلبيات بدأ يلاحظ يلاحظ تناقضات مثلا ويعني تحول لشخص يعتمد على نفسه في التفكير بشكل كامل تحول إلى شخص استقلالي يعني استقلالي لدرجة أنه استقلالي على الدين بحد ذاتي يعني مواجه المطرقة هكذا تفكيره وكذلك يعني الأدنان بارزة جدا كذلك يدعم معنا هذا الشيء بالنسبة هنا لكم الشخصية بالنسبة لهذا الفراغ يعني هذا الشخص مع أنه ملحد هذا الفراغ يدول على الدبلوماسية والمراوغة كذلك هنا مراوغة والدبلوماسية الدبلوماسية هنا ومراوغة والدبلوماسية هنا وكذلك هنا الفم صغير كذلك الفم صغير يعني لا يصل إلى منتصف الحدقة هذا الشخص يعني يتكلم من عقله جيدا وكذلك دبلوماسي جدا وسياسي جدا يعني هذا الشخص لن تجد لديه مشاكل مع المتدينين بشكل عام لن تجد يهاجم الدين بشكل مباشر يعني تجده يلف ويدور يعني بكل بساطة يعني شخص مراوغ جدا ومنافق يعني هذا الشخص بالذات منافق بهذه الملامح التي ذكرت الآن هنا بالنسبة يوجد متلة هنا في العين شخصية مادية يمكن أن يدوس على أي شخص ليصل إلى مصلحته وكذلك دقيقة لنريكم سيمة معينة يعني الشخصية واضحة جدا يعني كذلك يعني هنا يوجد الحاجب هنا قريب من العين وعريض وكتيف يعني يفهم في الناس جيدا وهنا يريد السيطرة على الناس تحديدا في المشاعر والحاجب قريب من العين يعني توقعاته أو لدي حسن الظن في الناس يعني حسن الظن في الناس أنهم سوف يفهمون مثلا فكرتها أنه سوف يستطيع أن يدخل له مثلا إديولوجيا معينة فهذا بكل بساطة يعني هذا الشخص من الأفضل عدم الاستماع له أصلا على العمو يوجد هنا متلة في الجفن العلوي أو يعني هنا يوجد متلة هذا المتلة يذول على أنه يرى جميع يعني العين متلتة هنا لم تكن متلتة بشكل صريح يعني هنا أكثر كانوا يفكر في يعني كانوا يفكر بشكل مادي لأجل عائلته لنقول لكن هذا المتلة الذي أصبح في الأعلى فيدل على أنه يرى الآخرين يرى الآخرين يرى جميع المحيطين به أشخاص مادين جدا ويريدون فقط المال فهو يعني مدام أن الكل هاكر يعني كأنه يرى وحوش مثلا في الكنيسة مثلا فعني تحول وتحول شخص ملحد ولكن بهاتي المراوغة سوف يتعايش معهم بكل بساطة فعني هذا هاتي هي الشخصية بكل بساطة بالنسبة للمشاعر الذي يسفر فبكل بساطة هذا هو إطار أو هاتي هي شخصية جوردن بيتلسن طبعا يعني أحد الأصدقاء طلبها في تعليقات آخر بوست نشرته على المنتدى نراكم في فيديو لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته